المحتوى입ة قد تتذكر في استخدام إسراءة العموضة ايطار المرجعي و كيف يخرج ايطار المرجعي و كيف يمكن ان ايطار المرجعي قدر يعاون التلميذ في الامتحان التاسعة هذه الاسئلة كاملة سوف نحاول نجاوبو عليها في هذا الفيديو اول شيء تعرف بان ايطار المرجعي هو واحد الوثيقة تخرجها الوزارة التعليم و من خلالها تحدد الدروس و طريقة تنظيم الامتحان و كيف يحضر لأيطار المرجعي مثل جميعا لغة الفرنسية الثاسعة ايطار المرجعي للغة العربية الساسعة و كنا لا children ايطار مرجعي كل منه الامتحاندة مع ايطار مرجعي من كده التجح ان ترجع قريثون لكيف يمكن نامره الامتح عن ذلك ايطار لغة مرجعية الى قريثه وعلى إيطار المرجعي هذا إذا قرأتهم جيد وفهمتهم جيد يخص مثلا كل مادة تحدد لك الطريقة كيف تضع الأسئلة الترتيب الأسئلة كيف تضع إذا كنت تعرف بأن الأمتيحان يتضع بطريقة هذه وهذا كيف يكون الأمتيحان وهما الدروس الذين يدخلون في الأمتيحان ما يكون لك؟ فقط الدروس يجب أن تكون موجد الدروس التي تضع فيهم الأمتيحان يجب أن تكون لديك المعارف التي تسبتها طائرة الموسم الدراسي تفهمنا؟ مزيلا نرى بالإطار المرجعي للغة الفرنسية في السنة الثالثة الإعدادي في الامتيحان الموحد الامتيحان الموحد في اللغة الفرنسية أول شيء سوف تجدونها في الإطار المرجعي هو أن تضع لكم تلخيص القراتي في الإعدادي كامل نقول مثلا تازعاء نقول مثلا لديك المعارف التي تسبتهم كاملين في السابعة والتامنة والتاسعة لديكم الفورم سامبل دي ريسي لديكم ناغاتيب لتكس ناغاتيب وديسكريبتيب لديكم ميديا لديكم تكس تياترال لديكم الكوريسبندانس لديكم 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 في الدورة الأخرى لديكم في الدورة الأخرى لديكم 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 نرى نشوفه دابا لي دومان عندكم ثلاثة لي دومان عندكم يعني لكتور وعندكم لانغ وعندكم لبخودكشيون إيكريت تفهمنا لابخودكشيون إيكريت مزيان نبدأ بليد عندما تكون لكتور كما تريدون أن يكون لديكم تكست تفهمنا وهذا التكست هذا يكون لديه دا كاستيون ترتيب هذه الأسئلة لديهم ترتيب لا تضع اعتباطية لكي تركزوا عليه ما هو الترتيب هذا؟ الترتيب هذا يجب أن تكون لديكم الـ Identification أول سؤال يكون فيه الـ Identification ما هو الـ Identification؟ الـ Identification هو أن تستخرج شيئا من النص تستخرج شيئا من النص مثلا تستخرج مثلا سورة تاكست تستخرج طيب تاكست تستخرج الـ Edition تستخرج معلومات التي لديها علاقة بالنص العنوان أي شيئا الـ Personage تستخرج من النص تفهمنا؟ هذا جانب الأول الجانب الثاني هو La Comprehension يطرح لكم أسئلة من الفهم من النص ركزوا معي قلنا الأطب الأول الذي يكون فيها الـ Identification تجبت شيئا من النص يعني أسئلة مباشرة يجب أن تجاوب عليها من النص أسئلة يجب أن تجاوب عليها من النص وكي تجاوب على هذه الأسئلة من النص يجب أن تكون تقرار النص تفهم النص هذا جانب الثالث نذكركم بأننا نحن مزانين في La Comprehension وكي تجاوب 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 daughters تجاوب 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 tern submissions ويجب تجاوب 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 تت graph انحضظ نقل تجاوب LedANG تجاوب 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 ويجب hovering نقلب عليها في النص هذا هو السؤال الأول تفهمنا بالنسبة لي كما نقول هنا نتعرف الإطار المرجعي للغة الفرنسية في السنة الثالثة إعدادة هذا الإطار مهم أن التلميذ يحرفون لكي لا تضرب سمارة تكون تخدم بعقلك لا تخدم بحل شيء واحد يخدم مصافي يخدم يقول أنه لا يوجد مع الفرنسية بلعكس تفهم الأمور وتفهمت بحلقة لكي تنقد رأسك على الأقل تنقد رأسك نعرف أن الأغلبية لا تقوم بلغة الفرنسية ولكن تنقد رأسك حسنا إذن تحديد ما سنقوم بحيث نقوم بحيث نقوم بحيث نقوم بحيث نقوم بحيث مثلا سنقوم بحيث تحديث نقوم بحيث نقوم بحيث اتصال حسنا نقوم بحيث ما سنقوم بحيث عن سنقوم بحيث تحديد و هنا انتظر قائد راپور مع الفيديولونغ و السنس و انتظر قوتيش التحديث عن الانانسية السئولي السؤال وهذا ما نأخذها سؤال ، سوف اعطيكم مختلف عن محتوى الدروس الذي محتوى في امتحان الموحدة الجهة والتيزعة خطأ هنا مع ايطار المرجعية المهمة والعترفعات بشكل م ضروري يجب أن تكون بالسجيد للهجاد حسنا تلك المصنص والخشيط الطبيب بإعطيث 차 متعرفة بهذا السبب y تكونوا بمعرفة للتدعوية. نحن لا تعرف على أن تصرفيه بالانُبارفة أو باستطبيق. لذا ستقرأوا من قرار الآن العوائد والمبارفة. وهذا لديكم درس للانُبارفة و باستطبيق الثانية للتنزع. أتمنى أن اتصلكم إلى المساج. لذلك جيد UM, بالنسبة لديكم السؤال الالكسيك ثيوماتيك و رابقه لتاكس. أسكانكم الإطلاع في هاتف على التضامن. بالطبع تصدقون على التضامن. بالطبع تصدقون على التضامن ، في ذلك يكون هناك تصدقون على التضامن. يجب عليكمكم كلمات وعلاقة بالتضامن. سأردوا أن تشترون منك أن تقدم الإعجاب الوصف الخاص بها. و فإن ، إنك تفهم لكن في ذلك، لذلك يجب أن تكون حد الثاني جيدة. من السابق أن تعرف ستكون الأمر في نفسه. عندكم سؤال اللي كتحط غالبا دائما هو الهيبوتاز ويلا كونسسيون دون زن كادر دو كوميناكشن يعتلكم واحد لفخاص واحد لسيطواتيون دو كوميناكشن واحد الحيوار ما بين دو برسون وهاد لدو برسون كي يكسرموا الهيبوتاز دوك انتا ديجا تشكو عارب بأن كيفش تكسرمي الهيبوتاز عندكم متان اكسي عارف انتا القواعد ديالسي بلس فتور ولا سيو بلس ام بلس كونديشوني بلس بلس كونديشوني بلس كونديشوني بلس قوعد ديالسي تفهمنا مزيان وبنسبة للكونسيشون هادونا هما للكونتوني اللي كين في بنسبة لاللونق ديال تاسع نظن هذا السؤال هادا يعني مهم بمسبة التلامي بمسبة لترتيب ديالالاسئلة مزيان شوفوا الكريتور للكريتور عندك الكريتغ دو الاسبات ناغاتيّف يعني تخيل أن البروديكسيون كيت هو المعضلة الكوبرى هو المشكل الكبير الذي يطاحه في التلامذ لأنه صعيب لكي تكتب لها البروديكسيون كيت وانت لا توجد لباس دولان لا توجد لغة لكي تكتب لديك أفكار في دماغك ولكن لا تترجمها وتكتبها بطريقة صحية باللغة الفرنسية هذا بصراحة إشكال ولكن حاولوا ما أمكن حاولوا مثلا عندكم هنا منسبة لكي تقييم البروديكسيون ليس صحيح كيف يبدو أن يشوف البروديكسيون لكي عندكم أول شيئا تقوم بقليم من الذي يقولون تقوم بقليم يعني ستحترم تقليم تقوم بتحضير تقليم التي تعطيت لك سيوجيا مثلا تقوم بتحضير لك على الرياضة فهذا أنت ستتتتتتتاة على الرياضة لا يمكن أن يقول لك مثلا تقوم بتحضير لك وأن تتتتتتتتا على العمل في المغرب فهمنا هذي ستتتتتتتاة تجريم الآن الكويرمسيون يتكتبك على التقريسي عندما تتيبه العبارات والمعاني النقطة يعني كلمات المصرات التي استعملتهم الكلمات المصرات في البداية الكتش عن طريقها بيضا لنستطيع تلك المصرات كلمات المصرات مثلا تستعمل البنكتوات الفاصيلة للنقطة لذلك هؤلاء كامل تدخلوا في المعايير صحيح جيد بالنسبة لهذا الجزء التالي الذي فيه الجزء التالي الذي فيه الكاركترستيك للبروف للإكزامن جيد بالنسبة للمتاحن كيف تضع المتاحن كيف تضع المتاحن هنا هي سؤال مهم كيف تضع المتاحن وكيف تضع المتاحن أعودها مرة أخرى الأيطار المرجعي مهم بالنسبة لتلاميذ لكل مستوى بالنسبة لتسعة أو استيزيام أو الباق أو تصدر الأيطار المرجعي مهم جدا غير كيف تضع المتاحن كيف يكون قاسح لديكم دوزيتين كلما قلنا كان هناك أسئلة لكي تجبض من نص ثلاثة الأسئلة لكي تفهم لكي تفهم وسؤال أعطي رأيك في مقاطع أحد الأشياء في النص هذه هي المتاحن جيد بالنسبة لتسعة لديكم مختلفة يمكن أن أعطيكم مختلفة كيف تقوم بالشيء يمكن أن أعطيكم مختلفة أو كيف تدري ثلاثة الأخرى ثلاثة الأسئلة أن تطبقك للرقل و تسألناك و تسألناك قد تتابعوني و تسألناك قد تكون لديك قوة و تكون لديك قوة تخاصة أو الإيبوتهز سألناك تسألناك حتى تسألناك قوة أخرى سألناك تسألناك . . . من الفراغات تقريباً تقريباً تحويل الفراز تبدل الإكسرسيون سوف أعطيكم سيكون علاقة مجبود من النص سيكون علاقة بالتلميذ سيكون 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 على حساب الوتاكس سيحدد تفهمنا؟ بالنسبة للنقطة المهمة في الإطار المرجعي سيحددنا نقطة كل سؤال وكل بارتية في الإكسرسيون هذه النقطة مزيانة لماذا مزيانة؟ ممكن أن تلعبوا عليها وتعرفوا مزيان كيف تتعلموا على هذه المهمة؟ لماذا تردت تربطها؟ مثلاً مثلاً لدينا الإدنفكات فيها وعندكم تتعلموا على هذه النقطة وعندكم تتعلموا على هذه النقطة نظرنا هذا سؤال سهل لكي تتعلموا على هذه النقطة بطريقة يدكية إدنفكية مزيانة لكي تحديث وتحاول ان تقارن وكيف تحاول تشبه الربوان. جيد. بالنسبة لتعطيها بيسمي. اعتبر البرسنل. اعتقد. 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 وكامل. جيد. نرى البناء. نسبة لبناء اعتقد. هناك 6 نقطات. هذه 12 نقطات. 6 نقط. ماذا يمكن أن تشبه من نصف. تسليل 3 نقطات. او اي طابلين غابوا عليها جد النقاط هذه هي 6 النقاط جيدا بقال البروديكسيوني كريت على 8 النقاط هو الذي صعب هو الذي يكون فيه صعوبة وهذا هو الكريتر البروديكسيوني كريت عندكم الرسبة لكونسين إذا احترمت غير كونسين لديك نقطة غير احترمت لكونسين إذا نعطيكم سيجيع للرياضة وانت بدأتك تكتب على الرياضة نقطة هنا احترمت لكونسين لذا نقطب هذا احترمت على الرياضة تحديد كتبت حوال التكس كيف تقوم بالطبع البروديكسي مظهر احترمت على البروديكسر الآن قد تطلب حوال البروديكسر الكتابة تكون لديكم غيزة فقط يطلب كتابة الحروف بينهم سوف تقوم بفعل الفي اللانغويسية وستطلب بصدق الليلة يطلب كاليغة بحيث بحيث عن الواضي سوف تكتب الحرائط نتوسط سيجد لا تتخذ سيجد جمال قاسرة صحيحة و قضية الغارة نعم نقطة 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 كتبوا الكلمة صحيحة نعم نصف سوف نستعمل لهم بارفي سوف نستعمل باسي سامب هما لا يستعمل فيهم هات 8 نقاط ثم حاولوا يجلبوا غير 4 غير 4 وضربت 3 ثلاثة عندك عشرات نقاط